السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المتتبعين ديالي شكرا لكم بزاف وكنبغيكم من المدينة المذهق وانتوما صراحا لله انتوما الدواء الدواء الممتاز اللي كتجعلوني نزيد نستمر فاد الحياة وانتوما هما الدواء الاكتئاب مكتبعوني للي وانتوما هما الدواء ديالي لا شيء شيء دواء اخر هما انتوما اللي كتبعوني وكنزيدوا تشجعوني وكتزيدوا تقتلوني ما كتقولوا لي اعطمان فرقعتي نبطة الموضوع اليوم ماشي هو هذا الموضوع هو استاد العماري بالنسبة لي له تحية لي له من مدينة المذهق انشرت في الصفحة ديالي وبعد الفيديو ديالي كانت الصفحة ديالي كانت تقبل الفيديو ديالي مع انه انا من مدينة الرينكون من مدينة المذيق وكان بعض الصفحات لي اسمتهم المذيق يا جمعونا انه لاحظت المذيق يفرقونه هيت عدما نصيف تلوم الفيديو اسم ما كيبغوش نصروه وكيف انتاقولوا المذيق يا جمعونا صيفتكم فيديوهات على مدينة الرينكون شاطئ مدينة الرينكون مدينة الرينكون فشة مع ذلك ترفضوا أنكم تنشروا هذا الفيديو مع أنه الأستاذ ياسي العماري رأى الصفحة قبلة الفيديو ونشرها 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 لهذا الموضوع ديالي هو الأستاذ العماري اليوم مع احتراماتي لك الفيديو ديال البارح لكن ما كتغرى في المغرب رأى غارق بالأزمة وانتي نكتشجع الناس يزيدوا يولدوا قال لك عندك العيل والعيلة وإذا نصحك شي واحد يقول لك تمسطب وعمل بركة انتي نكتشجع الناس يزيدوا يولدوا واش بغيتي يعيشوا معدبين هو واحد او لاجوش وبالذان وانتي نكتشجع الناس يقول لك وانتي نكتشجع الناس يقول لك وانتي نكتشجع الناس يقول لك بالليل واش لا يهدك الأستاذ العماري قدر معنا بالعقل تخدم عقلك واش هاد الوقت ممكن أنك تزيد فيه العيال نعيش أغاليا إذا انتي نكتشجع أنه بتكلم عيش يعيشوا كارسين أو لا عتقول لي عتقول لي وانتي نكتشجع الناس يقول لك وانتي نكتشجع الناس يقول لك انسوا ها ما زادوا شي فيها انسوا تكلكيكس اللي كيتربوو بالليا صغار نخضي دار بقي ما زادوا فيه درهان وقيل الحكومة بقى ما ردت له البان وكما تشتها الأستاذ العماري را نقصوه في مطاشة وبطاطا وهادي وزادوا في الزيتون انقص من هنا زيد من هنا وإذا انتم ممطورين را أخذوا شقائل نغربوكم غربوكم بأي طريقة غربوكم نقصوه في مطاشة نقصوه في البطاطا زيدوا في الزيتون لماذا الأستد العماري تشري الزيتون بحنة؟ لماذا تشري ماطيشة بحنة؟ او لانتين الأستد العماري يوقي لعندك بس شري ماطيشة واحنا الأستد العماري ركز صخروا باش ناكلوا باش ما نموتوشي ما تقدرش تخلي شي درهم ما تقدرش تخلي شي درهم باش دوابه وذا مرطين دعم الله شافي اما الطبيب لا تحتاجه لاننا في المغرب خلص عد اجي تحاسبه يعني يموت واجي تحاسب معانا مزيانا وده مبتي ما تحاسبه شي معك الله يهدك الأستد العماري سعس عدر نبه الشباب وهو ده خطر انه الانسان يجوش محكمة الاسرة عمره انسان يجوش ما تحاسبه ما تحاسبه ما تحاسبه الفقر الفقر او الحب كل شي كيهربه مش راشمه هادك والبنى الدامة الأستد العماري الحمد الله وش غادر تقليك البيصارة وش غادر تقليك العائل ميكا خصة تصارويلا خصة طاكوس خصة اه خصة ما تحاسبه حتى يكون هناك حالة عدد جارة ديانات خيطة تجيلة متى خصة وانتينك تقول لهم واشغلكم واحد جوج برك عليك ونرزقك الله في شيد الرئيسة ونحب جوجه وربيهم مزيلا حسن ما دولت مزاف ودعم الكاريتة ونخرج لك الدعارة وشي خرج لك شمكان لانه جوجه وربيهم مزيلا لانه زيان يخدم عقله ونبه السبب بالعقل ها العيان العماري ها انا اتخلعت ها ها والعيان اكتئاب ها اتخلت الباب انا اتخلعت كحسب لي العينا مشتين الدرج وكو كانوا عندي عشرة كو كانوا عندي عشرة يا العماري انتي نقول لي شان عمل انا جوجو فيا او ونسوا الدباله مكتن حمله شي يدخل عليهم وانتي انا كتقل لا ما شي شغلك لا وانا انه حكش واحد عملت واحد ولا يشوش قل الحمد لله يا رب يرزقتني بالدرية وهذه الدرية ربها في هذه الأرض مزيان ومصبنا كلهم مزيان ونعيشهم مزيان او لا قولك العماري كاين عنا اللي كايولده بالزفرين كلهم سيفطهم ها كلينك ها مربورو وش اللي عنده اللي يفطاه رواس الأستاذ العماري وده ما كتفهم شي كاللي عم نفطاه صداقا يا محسينين صداقا يا محسينين وشتش اللي بغيت يا الأستاذ العماري والله يهدك نصحنا الشابان نصحنا الشابان مزيان احنا ماشي انه الانسان يعمل عشرين وخمسة وعشرين باش يتكتره ولكن رأى الوقت صعيم رأى الوقت صعيم اكل شي غالي كما قلت لك الأستاذ العماري رأى كل شي يزاد انسوا ما غايتك الكيكس الخضار بقبار تضلوا البال وهاد الأيام تفرحاني لنقصر معطيشة هبطت انت من يدراهم زادوها في الزيتون ارى اخنوش ارى كيه رافتيفة شي يلعب قص من هنا زيد من هنا وانت هناك تقول له من الله ماشي شغلك الله يهدك الأستاذ صار ويلة زادت المعيشة زادت الخلاص اللي كانت تخلصه ان شاء الله باش نكلوبة واذا امرت تشرب لويزة ومنصانية ونجين عندك يقول لك الله يرحم والدك دعيم معايا شي دعو الله يشافيني الله يهدك وعنا الشابب وعنا الشابب وحتى الجواج الرجافات الوقت خطأ محكمات الأسرة والمشكلة هي الكاريتين الأستاذ العماري يكونوا الضحايا العين لا يصلوا لمحكمات الأسرة يلا تقول العين لا يتطلق باباهم واماهم ماذا مصير ديانهم خيلا يا الأستاذ العماري اعملنا شي فيديو مع مصير اللي يتطلقوا وعندهم العين وكتجبر رياس غارين من أن يكونوا يلعون البولت في الحوم ويجيوجوا لا يجويوا شهر شهر ايان تلتا شهر هي كتتحبال كتتولد وكتنقب مع حكمات الأسرة وأقول لي الأستاذ العماري الله يرحم والدك شن المصير تكت الضحايا اللي يعملوا وانتنا كتتقلوا مزيدوا الضحايا ونحن كان موتوا عرق مورا عرقا نعيش مغرأة الجوجل وانتنا كتتقل ما شي شغلك لا وإذا انصحني شي واحد يقول له لأعملتي واحد يخلف ليش على البركة والسبعين تدرها ما تعيش بها أسرة أولا الأستاذ العماري وإذا انت نقيس الحلاوة وعجباتك وكتعرف تسير رأسك بها رحنا ما عارفش نسيره رأسنا إحنا حاليا المراطين هنا جميع الأمراض فيها ما نقدرش نمشي نطباب وما تنمشي نطباب خلص على السافل ايه والله يحفظنا وصافي كتطلعنا الدم والله العادي يقول لك تنبيه الشابب تنبيه الشابب ما عندك شي ما تجوش شي ما عندك شي ما تعملش العيال لأنا عدخلي كاريتة أنا أقول لكم عشك أقول كاريتة هك الكاريتة الكاريتة هم واقع يعيشوا ذلك العيال ماشي مزيان وبعد ما تعملي ما عندك شي خرجوا ميسا وبدأت سعى نعبض الله وكاريتة والله يرحم يمك الأستاذ العمار يبدأ تخمم شي حاجة بعقلك والله يرحم والدك وإهضار الحاجة منطقية ما بغيت يشيد الضامن على الغلاق انت حر عود لا ماشي شو كلكم واحدة ولا جش انت حر ولكن نبهنا الشابب بزمت الشابب كيتبعوك يسمعوا لهذا رضيانك والله يرحم والدك السلام عليكم اشتركوا في القناة